كم ساعة تقرأ في اليوم؟ لا تفكر في هذا كثيراً، فإنه لكل الأحوال لا يكفي، فمهما عرفت وقرأت، فهناك دائماً أشياء لا تدركها ولا تفهمها، ولكن المهم أنك تقرأ أصلاً، وتستفيد وتتقدم بشكل يومي، لأن الإنسان إما يتقدم وإما يتخلف، ليس هناك خيار ثالث، وجميل أنك اخترت قضاء الوقت الفارغ مع الكتاب، وفضلته على التلفاز أو الإنترنت، وجعلت المطلعة من عداتك اليومية، فأنت بهذه الطريقة تستثمر وقتك في مستقبلك، وسوف تحصد الثمار الجيد فيما بعد، فنعمة العادة المطلعة.